زينب من العراق تقول يا شيخ خليجوز أدعو الله عز وجل بأن يرزقني ولد مع العلم أنا عندي بنتين ثنتين زينب بارك الله فيك ما في بأس ما في بأس تقول اللهم رزقني ولدا ذكرا مثلا ما في بأس اللهم رزقني ولد ذكر يعني ما في بأس لكن الأفضل ربي هب لي من لدنك ذرية طيب هذا الأفضل ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة لأن يا أختي زينب أنت ما تدرين الصلاح وين في البنات ولا في العيال أو فيهما جميعا يعني بعض الناس الآن تمنوا الولد فشقوا بهؤلاء الأولاد يعني الذكور شقوا بهؤلاء الذكور وطبيعة النفس البشرية الميل إلى الذكور لكن أنت أفضل شيء أخت الفاضلة تقول اللهم اختر لي الأصلح اللهم اختر لي الصالح ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة أفضل هذا الدعاء طيب بارك الله فيك ورضي الله عنك